هنروح دلوقتي لبرلين والمؤتمر بيترسبيرج للمناخ هذا المؤتمر اللي بيعقد كل سنة في ألمانيا وبيستبق مؤتمر الأطراف للمناخ وطبعاً احنا عارفين ان هذا المؤتمر سيقام في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لألمانيا اللي بدأت مبارح حضر هذا المؤتمر طبعاً لأنه هذا المؤتمر بتترأسه ألمانيا ومصر بصفتها المستضيفة لمؤتمر المناخ قبل 27 في نوفمبر المقبل مؤتمر بيترسبيرج اللي انعقد النهاردة كان فيه كلمة مهمة جداً للرئيس عبدالفتاح السيسي حول استراتيجية مصر ورؤيتها لمؤتمر المناخ الرئيس قال أنه هذا المؤتمر سيكون نقطة فارقة على صعيد مواجهة التغيرات المناخية يعني بيتكلم على أنه فيه مؤتمرات مناخ كثيرة انعقدت خلال السنوات الماضية لكن هذا المؤتمر هناك جهود مصرية عشان المؤتمر ده يكون نقطة فارقة طبعاً الأحوال والتغيرات المناخية وخصوصاً فيما يتعلق بالقرة الأفريقية اللي بتدفع تمن كبير جداً لهذه التغيرات المناخية مع قدرات محدودة طبعاً ضعف تمويل أنها تتكيف مع هذه التغيرات المناخية تحدث عنها طبعاً الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة في هذه الكلمة كمان فيه نقطة مهمة جداً اتكلم عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أو مواجهة تغير المناخ اللي تعمل عليها مصر وأطلقتها مصر اتكلم على كل جهود المصرية حول مواجهة تغيرات المناخ طبعاً احنا شايفين توسع في القطارات الكهربائية توسع في المترو توسع أو بدء توطين السيارات الكهربائية الاعتماد على الطاقة الشمسية طاقة الرياح يعني في اتجاه جو مصر بقاله فترة في فكرة الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة جهود مصرية كبيرة في هذا الشأن لأن احنا النهاردة بنتكلم عن أمر مش هنحس بتأثيره بعد 200-300 سنة احنا بنتكلم ان احنا حسينه الآن يعني الأجيال الحالية والأجيال المقبلة حتشعر به خلال 30 سنة المقبلة شفنا مزارعين تأثرت محاصلهم بسبب تغيرات المناخية شايفين حالياً حرائق غابات في أسبانيا والبرتغال وارتفاع درجات حرارة في فرنسا وبريطانيا لدرجة اعلان الطوارئ في هذه الدول بسبب درجات الحرارة طبعاً نهاردة شفت بعض التعليقات على تويتر بيتسألوا ما جاء في كلمة الرئيس حول كلمة الإدارة المتكملة للمدن الساحلية نظام الإنذار المبكر الناس اللي مفهموش هذا الأمر كان فيه تحذير من كم يوم من اليونسكو بيتكلم وبيحذر 21 دولة موجودة على البحر المتوسط بينها دول عربية هذه الدول معرضة لخطر تسونامي خلال السنوات المقبلة بنتكلم على ارتفاع الموج متر بنتكلم على حالة من المد ممكن تتسبب في هذا التسونامي مصر الآن بتستعدل كل هذه الأمور من خلال زي ما جاء في هذه الكلمة نظام الإدارة المتكملة للمدن الساحلية لموجهة هكذا تهديدات أيضا نظام الإنذار المبكر اللي بينبه إلى هذه الأمور يعني أمور كثيرة جدا مهمة في موضوع المناخ يعني الموضوع مش موضوع رفاهية زي من البعض بيتخيل أو الموضوع تأثيره هيبان زي ما قلنا كمان 200-300 سنة تأثيره الآن وبدأ ومن فترة وممكن هناك تهديدات وجودية لعدد من الدول خلال العقود المقبلة